اشتركوا في القناة الأحباء المسلمين حافظين آيات القرآن التي تحدى بها الإنس والجن أنهم يجيبوا زي القرآن. وأي مسلم ممكن بسهولة يذكر لنا كيف أن فصحاء العرب أعلنوا فشلهم أمام تحدي القرآن. وكل أخ مسلم مستعد يكلمنا عن حلاوة القرآن وطلاوته حتى لو كان المسلم ده هندي مثلا أو شيشاني. يعني ما بيعرف شيء عن اللغة العربية. لكن يظل القرآن في نظره هو الكتاب الوحيد الذي فيه حلاوة وطلاوة. فيترى إيه السر؟ إيه سر الحلاوة والطلاوة؟ النهاردة بنعمة المسيح سنعرف. وخلينا نشوف عنوان حلقتنا النهاردة. حلاوة وطلاوة أساطير اليهود تأخذ بلب كاتب القرآن. بنرحب بوحيد على طول. ونبدأ نشوف موضوعنا. أهلا بك يا وحيد. أهلا فضوة. أهلا بكل الأحباء المشاهدين في كل مكان. للرب يبارك حياة الجميع. يعني على مدى يمكن 14 قرن ارتبط اسم أو تعبير الحلاوة والطلاوة بالقرآن. أنت النهاردة رابطه بأساطير اليهود. تمام. إيه الحكاية؟ الحكاية ببساطة أنه كل ما نقرأ في أساطير اليهود وفي خرافاتهم التي هي يعني بعيدة جدا عن الكتاب المقدس. أن نجدها متطابقة مع القرآن. فواضح أن الحلاوة والطلاوة كانت في هذه الأساطير وفي هذه الحكاية التي نقلها رسول الإسلام كما هي ووضعها في القرآن. فأصبحت في عين الوثنية الذي كان في جزيرة العرب حلاوة وطلاوة. مع أنه العرب في جزيرة العرب يعني قالوا هذه أساطير الأولين. نعم. ما جاء بشيء جديد. لا قالوا حلاوة ولا طلاوة. حتى الذي قال تراجع في هذا الكلام. فمحكوم على القرآن من أرباب اللغة العربية. قبل أن يحكم على غيرهم. لا أدري. لكن هي محاولة لجعل المسلم يعيش في بوتقة مغلقة دائما. أن القرآن هذا هو كلام الله بدليل اللغة العربية الفصحة. نعم. طيب إحنا أخذنا يعني حلقات كثيرة جدا في أساطير اليهود. هل لسه عندنا ما زال؟ لا لسه. لسه بنعمة الرب ما زال في كثير متطابق وجدناه مع القرآن. وهذا الحصن الأخير للأحباء المسلمين. يعني الآن بسهولة تسقط الأحاديث إن كانت في البخاري ومسلم ومن أزهريين. يقولون هذه أحاديث خطأ. وهي أحاديث تتناسب مع خلق رسول الإسلام والطريقة التي عاش بها وخلق الصحابة الذين قتلوا بعضهم البعض والذين كانت جنس يعني شيء أساسي والجنس موجود في القرآن والحريات لا يمكن التنصل منها يعني. لكن الآن بدأوا يحاولون تلميع صورة الإسلام وتلميع رسول الإسلام فلنرى ما تبقى في الإسلام وهو القرآن. طيب النهاردة أي الموضوع ستأخذه كيف؟ النهاردة سنرى بعض النصوص القرآنية التي تتطابق مع ما وجدناه في أساطير اليهود والتلميذ اليهودي المليان خرافات. يعني النهاردة قرآن بحث. تمام. يعني قرآن بحث هو في الحقيقة أساطير. صحيح. صحيح حقيقة. لو جاهز نبدأ. طيب في البداية قبل أن أبدأ حابب أنوه عن كتاب الأساطير اللي احنا يعني شهرناه في العالم العربي. يريد نشوف هنا كتاب الأساطير الموجود قدامنا هنا. يريد نكبره كده شوية زي ما أنتم شايفين. أن هذا الكتاب اللي احنا شغالين به لنا حوالي ثلاث أربع سنوات كلما تناولنا أساطير اليهود. وهو الكتاب تأليف ليويس جونسبرغ وترجمة حسن حمدي السماحي. وشكرا لدكتور حسن حمدي أنت قدمت مادة للمسلمين بصراحة يعني قاتلة أكثر من القنابل الزرية. وهنا كتاب التلمج وهو عرض شامل للتلمج وتعاليم الحاخاميين حول الأخلاق الأداب الدين التقاليد القضاء. ألف أليف كوهين دكتور في الفلسفة في جامعة لندن وحاخام كنيس بيرمنغهام يعني رجل يهودي ومتمرس وحاخام وبروفيسور ونقاله إلى العربية جاك مارتي وده برضو الكتاب الذي ننقل منه لكي نشهره أكثر الذي يحب يشتري أيضا داء في هذه الحلقة تحديدا سأتناول الموضوعات من هذين الكتابين. حتى إذا أشرت للتلمج بقداء أساطير اليهودي بقداء وأساطير اليهودي كنا عرضين أربع أجزاء. أربع أجزاء وهنا عاوز أشير لأساطير اليهود الحقيقة وجدت هذا الموقع دار الكتاب العربي ويتكلم عن أساطير اليهودي أريد أني كبر الخط يقول الأكثر مبيع في الوطن العربي يعني لو كبرنا كذا أساطير اليهود الجزء واحد لأربع نحن شغلين ونشرناه يعني أكسد شهرناه الأكثر مبيع في الوطن العربي هنا كتاب الكتاب أساطير اليهود المؤلف لويس جينسبرغ وترجمة حسن حمدي ودار الكتاب العربي قاهرة دمشق إلى آخره يبقى إذن الناس متابعة معنا والناس حابة كانت تشوف الكتابين والناس شافوا الكتابين إذن التنويه بسيط للحلقات التي قدمناها في الأساطير اللي عنده كتب الأساطير ارجع ان يرجع للحلقات أولا ليعرفوا مدى التطابق الذي قدمناه بين هذه الكتب وبين القرآن والحديث أيضا قدمنا حديث صحيح لرسول الإسلام متطابقة مع القرآن كما يتأكد أيضا أن ما يقدم هنا مع المرجع متطابق فيعرف أن هنا لا نقدم أي شيء إطلاقا إنما هو بالدليل والبرهان نقدم ما وجدناه عايز أبدأ في بداية المدخل في تاريخ هذا العنوان تاريخ كتابة التلمود وكتب اليهود الأخرى اللي هي الأساطير يا ترى متى كتبت هذه الكتب متى وجدت في جزيرة العرب متى هيأت المناخ المناسب لرسول الإسلام أنه يقتبس منها الكثير خلينا أشوف أساطير اليهود جزء واحد صفحة 13 تحت تمهيد المؤلف الحاشية يكتب تنائم كلمة آرامية معناها المعلمين وقد أطلقت على العلماء من اليهود الذين خلفوا هليل وشماي منذ السنة العاشرة هليل وشماي دول حاخامات مشهورين جدا منذ السنة العاشرة بعد المسيح يعني سنة عاشرة بعد المسيح حتى الانتهاء من تدوين التلمود الذي هو المشناء سنة 200 ميلادية يعني بعد المسيحية بـ 200 سنة دونوا التلمود ولذلك يأتي إلينا الأحباء المسلمون وهم لا يعرفون تواريخ هذه الكتب فيقولون اليهود قالوا عن العزراء مريم حاشة يعني أنها زانية وأنها أنجبت المسيح طب متى في التلمود طبعا هذا ليس في عصر المسيح لم يتجرأ شخص في عصر المسيح أنه يلفز كلمة لا على العزراء ولا على المسيح لأنه ببساطة في الإنجيل قالوا أليس هذا ابن يوسف أليست أمه مريم أمه وأبو فمعروف عند الناس أبو يوسف أمه مريم تقزين جا من فين تبنى كاتب القرآن الجاهل تماما ما كتب في التلمود بعد ذلك ووضعه في القرآن وأنه برأ القرآن مريم ابنة عمراء ممن أنت الذي تبنيت الفكرة الخاطئة وتجب دلوقت بتقول أنك بتبرئة من ماذا لم يجر أحد في عصر العزراء أن يشير إليها بأي كلمة المهم هذا كان في سنة 200 ميلادية نتقدم قليلا في التلمود صفحة 35 تحت عنوان الكتب المزيفة التي صدرت بعد المشنة يقول مؤلف آخر وصل إلينا مشابه للمشنة إنه التوسفت بمعنى التكملة حاليا تعزت النواء غالبا إلى حاخامين من القرن الثالث ربا وإشعيا من أن الكتاب في شكله الحالي يعود إلى القرن الخامس يعني سنة ربعمية وكسر إذن بداية هذه الكتب بكل تأكيد هي بعد المسيحية بكل تأكيد لكن ليس هذا المهم المهم بكل تأكيد كما هي بعد المسيحية هي قبل محمد رسول الإسلام وقبل بعسة المزعومة وقبل مولده موجودة في شبه جزيرة العرب لدى اليهود ستة قبائل موجودة هناك تصل إليهم الكتب التي تخرج من فلسطين ومن بابل هذه الكتب الهامة في عبادتهم ودهنتهم نقرأ أيضا أدلة أكثر من الأساطير في التلموت صفحة 36 تحت عنوان جمارة ومدرش وكان الدكتور جو خانان ابن نباخة في فلسطين رئيس أكاديمية الطبرية الأكثر تميزا ووضوحا فهو أول من شرع في جمع التقارير حول النقاشات التي قامت بها المشنة في المدرس الفلسطينية فإن التركيب تلموت فلسطين لا يمكن أن يعزى إليه لأن هذا الكتاب اعتمد مرجعا على ثلاثة أجيال بعد جيله وبذلك جاء عليه الآخرون وقدموا مساهماتهم إلى أن اتخذ الكتاب الشكل النهائي في السنوات اسمع الكلام بقى الأخيرة من القرن الرابع إنها المشنة مضافا إليها مكملتها الجمارة التي تشكل التلمود يعني السنوات الأخيرة من القرن الرابع يعني سنة تلتمية وتسعين تلتمية خمسة وتسعين في الفترة دي شايف الفرق بينه وبين رسول الإسلام صحيح الفرق بسيط جدا أواصل في هذا المفهوم في التلمود تحت عنوان جمارة ومدراش صفحة 42 تلك هي المصادر التي سنشرح بموجبها في الصفحات المقبلة عقائد التلمود إننا نجد فيها الإنعكاس الصحيح لمجمل الأفكار التي عاشها اليهود خلال الفترة التكوينية الممتدة من القرن الثالث إلى القرن الخامس يبقى وصلنا سنة ربعمية وكام وكسر قرن الخامس يعني ربعمية خليني ناخد منتصف ربعمية وخمسين إذن كان يهود فلسطين بابل جزيرة العرب وصل إليهم هذه الكتب تدولوها في حكاياهم نعم ويعني تسلموها جيل بعد جيل كحكاية هكذا قبل مولد محمد كانت هذه الأفكار سائدة في جزيرة العرب قبل مولده قبل هجرته لمكان إقامة من اليهود وكان يعتقد رسول الإسلام أن هذه الكتب الموجودة هي التوراة هو كان يعتقد ذي التوراة بقى ودول اليهود بقى أهل الكتاب يبقى ما سيقولونه حتما هو وحي لأن الرجل ليس لديه وحي صحيح فهو يتمسح بمن يعرف أنهم أهل الكتاب وأن لديهم وحي والدليل أن رسول الإسلام نقل ما في كتب الأساطير دون فهم أو طمحيص وأنه كان يعتقد أنها الكتب الصحيحة الدليل هو وقوع كثيرا في مشاكل كثيرة لا يستطيع منها الخروج بسهولة إلا بمعاونة جبريل الذي يأتي في وقت الإنقاذ والدليل الأكبر هو التطابق يعني المبرر أن وجود هذه الخرافات في القرآن بتطابق بينه وبين الأساطير والتلمود هو الدليل الأكبر الذي سأسوقه بنعمة الرب في هذه الحلقة لو حبيتي أبدأ طيب هنبدأ بس يعني كده إحنا بنفهم أنه بكل الكلام اللي قدمته أنه قبل ولادة محمد كانت كل أساطير اليهود دي تقريبا هي موجودة موجودة في الجزيرة العربية منتشرة ومتداولة بينهم ويحكونها والرسول يسمع نعم طيب اتفضل وبالتالي يسمع من من يسمع من يهود هايب جيزا إلا نباسمعو دا من التوراة صحيح ولا يعرف ألم يقول لنا أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب نعم لكنه يسمع صحيح فاعتقد أن ما يسمع هو وحي التوراة فنقل هذه الخزع بلات إلى قرآنه والمسلمون يتعبدون بهذا الكلام ويعتقدون أن الإسلام دين مرة كنت بتناقش معك وانت ذكرت تعبير جميل أنا حابب أشارك به لأحباء المشاهدين كنا نتكلم عن الإسلام دين ودولة فأنت ذكرت الحقيقة أن الإسلام دولة صنع له دين نعم وحينما تقرأ تجد فعلا دي حقيقة الإسلام حركة قبلية للسيادة على منطقة معينة وصنع لهذه الحركة دين ليس أكثر من ذلك فأريد أن ندخل إلى الجزئية الأولى التي تدلل على أن الرجل كان يأخذ من هذه الأساطير تفضل بداية أبدأ بهذا العنوان عقوبة الأصنام والمعبودين يعني هذا الإله سيعاقب الأصنام سيعاقب المعبودين الذين يعبدون من دون الله سيعاقبهم البشر وسيعاقب الأصنام والمعبودين المعبودين إذا كانوا بشر أو أصنام أو إلى آخره هذا الفكر هو أسطورة يهودية خرافة يهودية دعني أذكر لك أين وردت في كتاب أساطير اليهود جزء 2 صفحة 117 و118 تحت عنوان أمنية يعقوب الأخيرة يقول ولم يرد يعقوب أن يدفن في مصر لأسباب عديدة كذلك فقد كان يخشى من معرفته بالشعب أن يصبح قبره ضريحا يتعبده الوثنيين إلى هنا ليس مشكلة ثم يصرح والرب يعاقب الأصنام بنفس عقوبة عابديها يعاقب الأصنام بنفس عقوبة عابديها وبالتالي يعاقب المعبودين بنفس عقوبة عابديها هذا فكر خرافي أسطوري منتشر من اليهود في شبه جزيرة العرب في أساطيرهم هذا ليس سبب التوراة لا تذكر هذا السبب ولا تذكر أن يعقوب لم يرد أن يدفن في مصر علشان لا يعبد أو إلى آخره ليس موضوع التوراة الآن إذن يهود جزيرة العرب كانوا يتداولون هذه الحكاية فيما بينهم في أنديتهم التي كان محمد كثيرا ما شاركهم في هذه الأندية فأخذ هذا الكلام دون وعي وادعى أنه نزل قرآن نزل نصوص قرآنية في قرآنه فنجد في سورة الأنبياء 98 إلى 100 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون حصب يعني حطب لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ما يهمني هذه الجزئية إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون يعني الأصنام هتورد على النار؟ ده ما الخرافة هنا أنكم وما تعبدون من دون الله طيب واحد بيع بالتمثال برضو ده حيشتشال ترمي في النار المهم أنه على عكس رسول الإسلام كان في جزيرة العرب من المشركين بين قوسين اللي بيقولوا على المشركين من لديه وعي وفهم أكثر من رسول الإسلام فاعترض عليه البعض على هذا الكلام حينما سمعوه اعترضوا عليه المشركين اللي بيسموهم مشركين فاضطر لوضع إضافات في قرآنه خلينا نشوف كيف سارت الأمور هذا النص القرآن الذي قرأناه الآن تم التعليق عليه في حديث رواه عبد الله بن عباس بن عباس حبر الأمة حدث به بن حجر العسقلان في موافقة الخبر في تخريج أحاديث مختصر خلاصة حكم المحدث حسن والمحدث بن القيم الجوزية في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل خلاصة حكم المحدث إسناده صحيح والمستدرك على الصحيحين للحاكم النسافوري هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه يعني البخاري ومسلم وأخيرا وليس آخرا حقيقة الشواهد كثيرة أسباب النزول للواحد النسافوري وسأقرأ من أسباب نزول القرآن يقول عن ابن عباس قال آية لا يسألوني الناس عنها لا أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أو جهلوها فلا يسألون عنها يعني في نص قرآني ابن عباس يقول أنا مش عارف في نص قرآني الناس عمرها ما سألتني عليه فيا ترى هل هم عارفينها وبالتالي ما سألوش ولا أصلا لم يسمعوا عنها أو ما يعرفوهاش وبالتالي لم يسألوا ثم يكمل قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون شق على قريش فقالوا أيشتم آلهتنا فجاء ابن الزبعري فقال ما لكم واحد من وجهاء قريش يعني ما لكم فيه إيه قالوا يشتم آلهتنا قال فما قال قال رسول الإسلام قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون قال اللي هو الزبعري ادعوه لي ندولي محمد فلما دعي النبي قال يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله قال لا بل لكل من عبد من دون الله خلاص هذا قانون يعني لكل من عبد من دون الله ماذا كان رد ابن الزبعري الرجل رجل فاهم وأوقع رسول الإسلام في ورطة مما جعله يضيف في قرآنه ليرضى عنه المشركين ليرضى عنه الآخرون فماذا قال فقال ابن الزبعري خصمت وربي هذه البنية يعني احنا اخصام يعني البنية يعني الكعبة يعني المشركين كانوا بيحلفوا بالكعبة ورب برب الكعبة نعم زي رسول الإسلام أخذ كل ما في الوسانية وضعه في الإسلام ألست تزعم يا محمد بكلم محمد ألست تزعم أن الملائكة عباد صالحون وأن عيسى عبد صالح وأن عزير عبد صالح قال بلى شوف الورطة بقى قال فهذه بن مليح يعبدون الملائكة وهذه النصارى يعبدون عيسى وهذه اليهود يعبدون عزيرا قال فصاح أهل مكة يعني ورط رسول الإسلام إذا كان أنت بتقول وما تعبدون في جهنم يعني الملائكة في جهنم وعيسى في جهنم وعزير في جهنم وأنت تشهد أن دون ناس كويسين بورط نفسه لأنه بس بينقل صحيح مما يسمع وهو لا يدري فكيف جرت الأمور بس أنا قبل ما أنتقل من هنا يقولون له ألست تزعم لما كان ما فيش إسلام كان الخلاف في الدين بالحوار يعني نادوه عشان يتكلموا معه نعم مش قطعوا راسه مش قالوا له لا إن لم تؤمن بآلهتنا قطعنا رأسك زي ما في الإسلام المنظومة تؤمن بالله ورسوله وإلا يبقى إذن الأديان في جزيرة العرب كانت عيشة متعيشة مع بعض نعم إلى أن جاء الإسلام دمر الجميع لا بس لا يبقى دينا في جزيرة العرب خرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب يبقى حينما جاء محمد بإسلامه شرد النس لكن أرجع لي أكمل هذه الجزئية لما حطوه في الورطدي فصاح أهل مكة على طول جبريل موجود فأنزل الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني الملائكة وعيسى أنا أقرأ في لا 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 أقرأ في الحديث كما هو الملائكة وعيسى وعزير أولئك عنها مبعدون لا 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 دول اللي سبقت لنا منهم الحسنى دول مبعدون سبقت طيب لو جاءوا واحد النهاردة عبد موسى لسه دوب جديد برضو ستدخلوا في المنظومة المهم هنا رسول الإسلام وقع في ورطة نعم نعم صحيح بس أنا قبل ما أسترسل عايز أرجع لرقم النصوص في القرآن بص معي عزيز المشاهد الأنبياء 98 ومية لقين فيها هذا النص القرآني إنكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم أنتم لها واردون شوف معايا هنا 98 إلى 100 ملاحظ فوق طيب وبعد كده النص اللي أتى مهر ويلن حتلقي مية واحد على طول بعدها إن الذين هذا في القرآن الأنبياء سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها عنها إبقى مبعدون يعني صحح الرجل في قرآنه يرجع في كلامه نعم ينزل قرآن بسبب المشركين سؤال هل ابن الزبعري أن يقول ويفتخر أن قرآن نزل فيه كما كانت تفتخر عائشة وكما كانت تفتخر زينب بنت جحش أن الله زوجني من سابع سما نعم أليس له الحق أن يفتخر أنا كما نزل في قرآن صحح ده أنا رحت ونديت استدعيت رسول الإسلام ده أنا صححت مش بس بالضبط كذا فأتى وسألت السؤال وبسبب نزل هذا النص القرآني هذا ليس الدين الدين يعطى مرة واحدة وعلى هذا القياس يحاسب الناس إنما أنت تستنى لما يحصل حدث وتقول في قرآن هذه أكاذيب ومفضوحة في هذا الإطار قبل أن أعطيك الفرصة لو يعني تحب تعلق بشيء عايز أرجع هنا للأنبياء يا ترى صورة الأنبياء رقم كان في ترتيب النزول صورة الأنبياء في ترتيب النزول بصمعي كده عزيزي المشاهد دي سورة رقم 73 ما دلالة رقم السورة قبل أن أقول ما دلالة رقم السورة نكتة صغيرة بعض الأحباء المسلمين حينما أقول ترتيب النزول يقولوا لي لا أنت مش فاهم افتح القرآن القرآن مش هتلاقي البجرة زي ما أنت بتقول 87 دي رقم 2 في القرآن المسلم لا يعرف حينما نقول له اقرأ نص القرآن مثلا سورة البقرة 18 وبيبدأ بفاكر 18 زي البشر العاديين بيحطوا الرقم في الأول لا دول عشان ما يكونوا زي اليهود والنصارى حطوا الرقم في الآخر يعني المسلم مطلخبط يلخبطوه بالأكثر فتقول لي لو أقرأ 18 هو يقرأ 19 نعم فاكر أنه لا طبعا يقرأ اللي قبل بقى فاكر أنه الرقم يوضع في الأول لا رقم النص القرآن الآية ونص القرآن في الآخر مش عادي مش طبيع عشان تتلخبط أكثر يعني هنا ما دلالة بقى رقم أن الصورة تكون 73 يعني ليه أنا أعلق عليها يعني لاحظ عزيز المشاهد يعني لما كان نزل بن قوسين 72 سورة من سور القرآن كان رسول الإسلام يستدعونه فيأتي ده واحد من وجهاء قريش يعني لهو لهو الأمير يأتي ويخضع وينزل القرآن ما عنده إمكانية لأي شيء كان ضعيفا وهذه السور مكية الرجل اختلف تماما لما عنده رجال واسلاح قتل بعد كده فإذا هنا بتشوف لما كان رسول الإسلام ضعيف يخضع ويتم استدعاؤه وما عنده مشكلة لما بيقى قوي هجر وقتل الناس في جزيرة العرب السؤال هل يفهم المسلم كيف نزل هذا النص القرآني عنده فكرة أنه أصلا مش القرآن كده مع بعض وفي قول واحد لا ده اتجهلت حتة ده فيه ممكن تلاقي نص قرآني واحد بيسموه آية أخدوها من نينا يعني الاسم ده اللي بيسموه خطأ عندهم آية نص النص القرآني نزل في موقف والنص الثاني نزل في موقف مختلف وموجودين مع بعض هل يفهم المسلم هذا الكلام هو مش عاوز يجرى مش عاوز يتعب لكن أنا بقوله النهاردة لازم تتعب لأن حياتك الأبدية لازم تتعب علىه لازم تدور ولازم تبحث هذا الكلام موجود في أساطير اليهود كونه يوجد في القرآن هذا المفهوم واضح أن رسول الإسلام أخذ من الكتب مما سمع من حكاية هذه الكتب التي كانت منتشرة في جزيرة العرب في ذلك الوقت ده كان عنوان أول بدأنا به هطة طابق موجود في القرآن طيب أنت بتتكلم عن ترتيب نزول الأنبياء ترتيب نزول سورة الأنبياء أنها هي 73 صحيح وهم بيتكلموا عن عزير بن الله صحيح أنا حسب ما أنا متذكرة أنه عزير ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة التوبة صحيح تمام في سورة التوبة التوبة دي آخر شيء نزل تقريبا 113 طيب يعني تقريبا يعتبر آخر آخر سورة نزلت تمام من 73 سورة الأنبياء لمية و13 سورة التوبة اللي تكلم فيها عن عزير ما اسمعناش عن عزير في الفترة دي كلها لأنه أصلا مش موجود طبعا هو من بداية القرآن بس واضح أنه موجود يعني في 73 واضح أنه هو محمد بيتكلم عن عزير بن الله أو على الأجل أيها لأنه هما لو تلاحظي برضو في سورة البقرة ادعوا أن الرجل الذي قال لما شاف المدينة على عروشها القرية على عروشها وأمات المئة سال بعض في التفاسير قالوا هذا عزير برضو في التفاسير المهم أنه منظومة عزيرة أيضا اختلاق يعني لا وجود لعشان بس يكفر الناس ظلوا ويجي السبب لقتلهم اليهود يعني أنت لو مش فهم طبيعة الله في الكتاب المقدس دي مشكلة اليهود ما يعني يعني بالرغم من وجود الله ذو الثلاث أقانيم في العهد القديم روح الله ذكر مئات المرات في العهد القديم قال الله وكلمة الله أن الله وابنه مسكورة في سفر الأمثال لكن بلورت وظهرت في العهد الجديد في كلام المسيح اليهود الله واضح ليه يقتلهم فواضح أنه اختلق لهم عزير ف لأنه اليهودي نفسه إيمانه هو أنه المسيح هو ابن الله مش عزير يعني إيمان اليهودي المسيح المسيح صحيح المسيح اللي هم منتظرين هو ده المسيح هو ابن الله ما فيش غيره صحيح فكلمة عزير ابن الله ده اختلاق صحيح لأنه حتى لما أوقفوا المسيح في المجمع ما نكروا أنه هم منتظرين المسيح ابن الله لكن قالوا لو أنت المسيح ابن الله صحيح والمعبودين من دون الله كلهم في جهنم نعم نعم نتقل إلى فضل موضوع آخر الاستواء على العرش يعني الاستواء على العرش هذه قضية يعني أزعجت العلماء وخرجوا لنا بالمقولة المعروفة الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم وبعضهم يشكك في هذه المقولة المهم أنا بسأل نفسي دايما أنا لما بسأل المسلم يعني كيف الاستواء يقول لا أعرف هذه أمور لا أعرفها هل كيف مجهول طيب لو أنا جاء سألني في السالوس وقلته لا أعرف هل كيف مجهول ما تسألني في السالوس نعم هل هذا الكلام مقبول غير مقبول لكن لأجل أنه الإسلام ليس فيه فكر لاهوتي ولا يعرف ما معنى كلمة فكر لاهوتي أصلا هو في هذه الأمور مع احترامي للكل هو صفر صفر لكن لما تجي للمسيح تسأل عن التجسد يعرف عن أقصد المسيحية يعني لا أقصد أي مسيح ممكن يكون مسيح بسيط مؤمن لك لا يعرف يشرح لكن المسيحية عندها الإجابة الإسلام ليس فيه الإجابة الإجابة عن السالوس الإجابة عن التجسد الإجابة عن الفداء كل هذه أمور معروفة المهم الاستواء على العرش لا يخرج بعيدا عن هذا الإطار إطار أنه موجود في أساطير اليهود الاستواء على العرش موجود وبيقولون في شبه جزيرة العرب وبالتالي لما هو حطاها حطاها ولما تسألوا المسلمين ما عارفين فأنتجوا هذه المقولة خليني أذهب مباشرة إلى سورة طا 5 الرحمن على العرش استوى وخلي بالك عزيز المشاهد كلمة الرحمن هي ليست كلمة عربية فكونها تأتي كلمة الرحمن مع كلمة استوى ولا يعرفون كيف يصرفون كلمة الرحمن يعني تقول لأي عالم لغة عربي صرف لكلمة الرحمن يعرف يصرف الرحيم لكن الرحمن لا يعرف لأنها كلمة أصلا هرامية عبرية لكنها ليست عربي هي دخيلة على العربي ورحمن اليمام هو قبل رسول الإسلام وما نعرف ما هو الرحمن هذا كلام العرب في جزيرة العرب نعم لأن الكلمة ليست عربية فكون تأتي الرحمن مع استوى مع بعض فإذن الفكرة بعيدة عن الثقافة العربية سورة الأعراف يبقى هنا عندنا الرحمن على العرش استوى سورة الأعراف إن ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش أنا مش عارف هو قبل الستة أيام ما كان على العرش بعدين استوى عليه إلى آخر يكمل النص يغشي الليل يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بس هنا استوى على العرش نعم يعني ثم دي كلمة سما السما تفيد ماذا سما فعلت ذلك سما فعلت ذلك تفيد وقت أليس كذلك تفيد وقت ويبين لنا حالة فهنا يعني إذن إلهكم إله القرآن ما كان مستويا على عرشه بعد أن خلق ثم استوى ثم استوى على العرش ليه هو الخلق كان يستوجب أنه يكون بر العرش يعني أليس الإله العظيم قادر بكلمة من فيه أن يخلق فيقول كن فيكون محتاج الأمر أنه يكون بر العرش وبعدين ثم استوى على العرش أمور لهوتية خاطئة تماما لا تليق ولا تجوز في التعريف اللاهوتي المهم استوى على العرش هذا الكلام موجود في خرافات اليهود وفي ثقافة اليهود التلمد صفحة 65 تحت عنوان الخلود لم يكن بنات المدن إلا رجالا انتهوا من البناء وأصبحوا مفصولين كذلك المدن التي بنوها ستدمر للأبد غير غير أن الرب الموجود سيخلد للأبد هذا التعبير لهوتي خاطئ لما تقول أن الرب الموجود سيخلد إلى الأبد سيخلد أنت تخلع على بشر إنما الله كلمة السرمد السرمدي الأذى للأبد خلود هذه تقال على آدم ونسل آدم لكن الله هو الأبد المهم غير أن الرب الموجود سيخلد للأبد يحكم على عرشه للأبد أيها ويستوي على عرشه للدينون يستوي على العرش للدينون لو تقدمت قليلا في أساطير اليهود جزء واحد صفحة 92 تحت عنوان السبت في السماء يعني حتى دي خرافة لم يكن هناك وقت مناسب للتصريح بجلال وحمد الرب ولكن في السبت عندما ارتاحت جميع الخلائق شرعت كل الكائنات على الأرض وفي السماء معا في الترنيم والثناء عندما صعد الرب إلى عرشه وجلس عليه مكانش جالس ثم استوى ثم جلس فكرة أنه مكانش موجود ثم استوى موجودة وفكرة الاستواء هي فكرة خرافية من أساطير اليهود في هذا الإطار فكرة الإسلام أنه من عرشه أو في عرشه بينزل في السلسة الأخيرة من الليل ما هذا الموضوع واحد موجودة في أساطير اليهود طالما نتكلم عن الاستواء على العرش الحديث المشهور عند الأحباء المسلمين رواه أبو هريرة محدث مسلم في صحيح مسلم خلاصة حكم المحدث صحيح ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه هنا بيتكلم حاخد في البداية السلس السلس الليل الآخر نعم يعني الثلاث ساعات الأخيرة طيب هو الليل ده لو قسمناه التسع ساعات هتلاقي الآخره هو السلس ساعات الأخيرة تقريبا نعم تلاقي الكلام ده هو الموجود في التلموت صفحة 68 تحت عنوان العدل والرحمة يستوي الله على عرشه كل يوم لمدة سلس ساعات ليدين العالم كله يستوي برضو على عرشه لمدة ثلس ساعات بس لسه يعني الفكرة أعمق شوية لو أنا خليت دك هرجع له بعد شوية هذا الكلام اللي في التلموت صفحة 68 هروح لحديث رواه جبير بن مطعم أحدث به الألباني في صحيح الجامع وخلاصة حكم المحدث صحيح يقول ينزل الله في كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر لحد الفجر يعني إذن الساعات الأخيرة هي الثلاث ساعات الأخيرة طيب تعالي شوفي ده هنا هو بالرحمة يعني يعني هل في واحد يعني ممكن نحط الكلام ده ثاني سائل فأعطيه مستغفر فأغفر له تائب فأتوب عليه ثلاث أشياء دول تستمر كده لحد الصبح لحد الفجر لوش الفجر التلموت صفحة 68 أرجع لإكمال الفقرة تحت عنوان العدل والرحمة يستوي الله على عرشه كل يوم لمدة ثلاث ساعات ليدين العالم كله وعندما يرى أن العالم يستحق التجمير لتفشي الشر الجمع والتنقية يعني يعمل ينهض عن عرش العدالة ويجلس على عرش الرحمة والعطف عرش الرحمة والعطف اللي هو إيه في حد مسائل في حد عنده خطيئة أغفر له وحد تائب أتوب عليه ولو وصلنا في صفحة 68 في نفس هذا المفهوم سنجد يستوي الله على عرشه كل يوم لمدة ثلاث ساعات ليدين العالم كله وعندما يرى أن العالم يستحق التجمير لتفشي الشر ينهض عن عرش العدالة ويجلس على عرش الرحمة والعطف يبقى إذن هنا الاستواء هو موجود في الخرافة مدة الثلاث ساعات والثلاث الأخير من الليل موجود عرش الرحمة بدل العدل والقصص موجود ويأتي المسلمون بكل بساطة يقول له هذه إسرائيلياته وهو في حد أخذ إسرائيليات أكثر من رسول الإسلام إذا كان في قرآنه أو في الأحاديث أو في أي شيء ما هو أخذ كل شيء بس عاوز أعود لكلمة الرحمن غير العربية الرحمن على على العرش استوى وعايز أحط في التلمود الكارثة أنه هذا الاسم مرتبط بالعرش زي ما ذكرت أنا من شوي استوى الرحمن في الكلام عن الاستواء في الكلام عن الاستواء زكر الرحمن في التلمود هذا الكتاب يرجع له صفحة 68 الشئ الغريب أنك تقرأ في التلمود صفحة 68 تحت عنوان العدل والرحمة يقول كذلك مهما بشروا بالإيمان بالله حاكم العالم فإن الحاخمات يحبون منادات دائما بالرحمن ويؤكدون أن العالم محكوم بالرحمة والنعمة الكلام اللي احنا من شوي ذكرناه في السلوس الأخير من الليل ينزل لكن بيحبوا يندو الرحمن من دول الحاخمات الكلام ده موجود فين في التلمود عمر التلمود إمتى كان منتشر في جزيرة العرب قبل بعثة رسول الإسلام قبل مولده ويأتون ويأخذون الكلام كما هو من العقائد الأخرى وينسبونه إلى الوحي وإلى أنه دي فيه رسالة وخاتم الأنبياء وخاتم المرسلين لكن أليس لنا الحق على أقل تقدير أن نسأل في موضوع الجلوس الاستواء صحيح صحيح كيفية الكيفية نعم المجهولة ما في شيء في الدين مجهول أكثر من التجسد أكثر من التجسد الإلهي المسيحية تعرف تشرح فكيف يعني أنتو بس أخذتوا كلام من خرافات ولذلك صعب أنك تشرح لأنه خراف فأنت على استواء ثم استوى يا رجل ثم يعني ما كان موجود ثم استوى ما هي موجودة في الخرافة زي ما ذكرت وذكرناها لكم من شوية إذن هذا المجهول هي لابد يعني مجهول لأنه أسطورة مش معروفة متى جلس سنة كام والذي ما عندها تاريخ بعد ما خلق الخلق ثم جلس ليه ما كانش جالس ده سؤال ما المشكلة أنه هو جالس على عرشه يخلق هل في مشكلة أنه وهو جالس على عرشه يخلق ولا لازم يكون بر العرش يخلق ثم يستوي ما معروفة يستوي يعني يعني ليه كان خارج بر عرشه كل أسئلة عارفت لو تقعد تفكر وتدي نفسك فرصة بس أنت خايف أنت خايف أنك أنت تسأل لأنه لو سألت يعني مع نفسك كذا ستكون هل أنا اللي بأعمل هذا صح يليق أو لا يليق يمكن أنا بأعمل كفر يا رجل اسأل هذا الإله لو بخاف من عقلك ما يستحق يكون إله ولا رب اسأل لك الحق أن تسأل لك الحق أن تعمل هذه النعمة نعمة العقل فكانت دي إذن الجزئية ضمن الجزئيات اللي مسكورة متطابقة في القرآن وفي أساطير اليهود الرحمن ده كلمة بحب الحاخامات ينطق بيها نعم يمكن في في الأرامية تعني المحبوب و ظهرت الرحمة في المحبوب ولذلك في الأرامية لها دلالة نعم في العقيدة المسيحية وبس بيأخذ الرحمن وبيحطها وقالوا الرحمن ده إحنا ما بنعرفه دول العرب طيب دي كانت جزئية طيب أنا بس عندي يعني أنا أحط نفسي مكاني المسلم وأسألك طيب ما أنت عندك الله بينزل برضو يعني مثلا في حادثة اللي هي البرج برج بابل صحيح الله نزل بيقول أنا هنزل أشوف بني آدم دول عاملين إيه طيب ما أنت عندك نزوله بس هل عندي أنه استوى على العرش ونزل من العرش وما كانش موجود على العرش طيب إيه تعليف النزول أنا عندي أنا عندي في الكتاب المقدس الله موجود على الأرض فلما بيقول نزل في اللهوت المسيحي معناها الآن بدأ العمل في هذا الموضوع بيعبر عنا إيه رأى الله سمع الله قال الله نزل الله غضب الله دي كلها تعبير بشرية نعم الله حينما جاء إلى أرضنا لم يترك سماؤه وحينما صعد من أرضنا إلى السماء لم يترك أرضنا موجود في كل مكان ولذلك عقيدتنا الكتابية كتاب مقدس الله موجود بذاته وليس بعلمه في كل مكان في هذا الوجود بذاته وإلا لو لم تؤمن بذاته في كل مكان يبقى إلهك محدود حجمته على قدر الكرسي بتاعه أنا لا أنا لما أقول أنا يعني المسيحية أو الكتاب المقدس لا كتاب المقدس الله موجود بذاته في كل مكان في كل وقت بذاته ليس فقط بعلمه مرة واحد من الشيوخ المسلم من فتح محفظة كذا قال يعني الله موجود هنا الله موجود في كل مكان إلا إذا كانت هذه المحفظة ستنجس الإله يبقى إله ما بنعرفه إحنا ستحجم يبقى إله ما بنعرفه لأن اللهوت يخترق كل المكان وكل الزمن فهو ليس موجود في المحفظة يعني أنت تكفل عليه إلا هو مخترق هذه المحفظة لهوته لا يحد ليس معناه أنه موجود ومكفول عليه لا معناه هو متخلل بلهوته كل هذا الوجود كل هذا الكون موجود في كل مكان حتى في الأماكن النجسة إذا كان يتنجس يبقى ده برضو الإله اللي احنا لا نعرفه لكن إلهنا الذي نعرفه موجود في كل مكان يؤثر في المكان ولا يتأثر في المكان فأنت إلهك لو كان يتأثر بالرائحة وبطبيعة المكان من نجاسة من طهارة يبقى ده إنسان على أقل شيء يعني تحصره في الزمان والمكان وطبيعة المكان لا الله خارج هذه القوانين لا يحد مكان ولا زمان هو فوق المكان والزمان هو يؤثر في المكان والزمان ولا يتأثر لأن طبيعته اللاهوتية خارج كل هذه القوانين وأنا أديت مثل قبل كده أشعة الشمس اللي هي ممكن تسقط على النجاسة اللي أنت بتسميها نجاسة ولا تتنجس تظل أشعة طاهرة نقية تماما طبعا هي متلامسة معها ألا طبيعة لا تخضع لهذه القوانين ببساطة فإذا لما الكتاب المقدس في اللاهوت المسيحي غضب الله فرح الله صعد الله نازل الله طبعا أنا أقول لك أقول لك تعبير اللاهوتي بحث قاله المسيح له كل المجد في يحنى 3-13 يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء هذا كلام المسيح اللاهوتي أن نفهم أزاي ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل الذي هو في السماء يعني أنا هنا أنا في السماء أنا في كل مكان فإذن أشكرك للسؤال الله موجود بذاته في كل مكان وهذه تعابير لفهم أنه الآن بدأ العمل في هذا المكان أو في هذه الحادثة أو لهذا الموضوع هل هي تعابير بشرية عشان الإنسان يفهم يعني أنا لما يقول الله نزل أنا بفهم لأن الكلمة دي أصلا هو الكتاب مكتوب لي أنا صحيح مش مكتوب لربنا تمام وربنا لما يتكلم الكلمة عشان أنا عشان أنا أفهمها صحيح فهل لما بيقول الله غضب الله نزل عشان أنا أفهم إيه الموضوع صحيح أنا عشان كده لما بنقول خرافة ليه إذا كان إلهه بنزل ثلاثة ساعات ده هنا الخرافة الأسطورة الله موجود في كل وقت في كل زمان في السماء وفي الأرض بيسمعك مش بس في الثلاث ساعات اللي في آخر الليل ومش محتاج ينزل الله عشان يسأل ويعمل صحيح أمين سمعه أصلا أنت نازل ليه نازل عشان ناس تسمعك طب ما حد يسامعه وهو موجود أصلا وهو موجود طبعا في كل مكان لكن هنا يبقى السؤال أنت كيف هذا التطابق بين الخرافة وبين القرآن أو بين فكر رسول الإسلام واستوى على العرش بعد ما خلق استوى من قال الكلام هذا فهو موجود في الخرافة هنا نعم طيب أنا ربما الوقت سعنا لنأخذ عنوان آخر طيب أأخذ هذا العنوان عفوا نجاة إبراهيم من النار نجاة إبراهيم من النار هذا قرآن يعني ترجع لي كتب اليهود الرسمية إبراهيم أصلا لم يلقى في النار كتب اليهود الرسمية الذي ألقي في النار السلسفتية وده في سفر دانيال لكن هو جاب من فين بصدي أول ما تلاقي شيء غريب كذا طوالي ارجع للخرافات بتاعة اليهود اللي كانت موجودة في جزيرة العرب هتلاقيها موجودة هنا نعم احنا خدنا حلقة كاملة عن إبراهيم صحيح والموضوع بتاعه كله صورة الأنبياء سبعة وستين تسعة وستين أفن لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ده كلام إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين طيب أنا بس لفت نظر هنا شيء انصروا آلهتكم طيب الإسلام بيعمل كده نصرة الله ورسوله يعني الرسول محتاج نصرة وإله الإسلام محتاج نصرة وبيموتوا بيموتوا عشان يساعدوا إليهم يعني زي الأخ العابر من فترة الذي جاء إلينا واتصل بنا من لبنان هنا على برنامج الدليل وقال أنه كان مسلم وبيقى مسيحي ويقول أنا أتيت للواحد الذي من أجل الكل وليس الكل بيموتوا عشان واحد صحيح فهنا القرآن بيتريغ يعني على أنهم بيحرقوا حرقوا وانصروا آلهتكم ما أنت بتعمل كذا أنت بتعمل غير كذا ما أنت بتحرق الناس وبتقتل الناس عشان تنصر إلهك نفس الورطة أنت فيها لا الإله اللي ما بيقدر لوحده أنه هو يعني ينشر كلمته ده إله فيك يعني إله آسف إله مزيف قال حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين أيوة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم طبعا الكلام ده لا وجود له في الكتب الوحي المقدس لكن هذا الكلام ببساطة نجده في أساطير اليهود جزء 2 صفحة 118 تحت عنوان أمنية يعقوب الأخيرة وشوف الفلسفة يعني فلسفة الأسطورة في الأيام الأخيرة من حياة يعقوب فيعقوب ذلك الرجل الذي من أجله نجي إبراهيم من النار كان عليه أن يطلب المعروف من الآخرين وهو بين الغرباء يعني يعقوب من أجله نجي إبراهيم من النار كان عليه أن يطلب المعروف من الآخرين وهو بين الغرباء السؤال وسؤال يعني الضخم الكبير ناس دول يعني يكتبوا أي شيء طبعا أنتوا بتقولوا أنه إبراهيم كان في أورا الكلدانيين ومن قوموا هناك حرقوا وقتلوا وهو هناك نعم طيب ده حتى ما كان خلف إسحاق عشان يكون يعقوب موجود فكيف كان يعقوب موجود وهو اللي طلب وهو من أجله ما تحرق إبراهيم يعني سارة لم تكن قد أنجبت وهي في أورا الكلدانيين بل أنه من أورا الكلدانيين إلى أن أنجبت سارة خمسة وعشرين سنة خمسة وعشرين سنة سنشوفي حتى الخرافة مش مسبوكة تماما هنا إحنا بنشوف برضو في هذه الجزئية أنه فكرة أنه إبراهيم دخل في النار فكرة في الأسطورة اليهودية موجودة متداولة في شفه جزيرة العرب أخذها رسول الإسلام سمع عن جدعون ركب موضوع جدعون مع إبراهيم اللي هو سمعه لأنه الذي كسر الآلهة هو جدعون يربع هو الذي فعل هذا الأمر وحط إبراهيم وسمع من الخرافات أنه يعقوب كان هو اللي بسببه أنقذ إبراهيم من النار حطالك إبراهيم ومن القصة دمج الشخصيتين في إبراهيم وعمل منه جزء في قرآنه وموضوع كبير وإبراهيم وكسر الأوسان وكل ده ليس حقيقة على الإطلاق لو إبراهيم كسر ومكان طالع قدام الناس بزوجته بأملاكه بخيره بأبوه بأمه على جماله مرتحل أمام الكل نعم في سلام ما في حد تتكلم ما في حد قال له أنت كسرت ولا قطعت آلهتنا حتى إسلاميا إني يسموه إيه إني مهاجر مهاجر إني مهاجر قال للناس إني مهاجر نعم يعني حتى إسلاميا هو طالع عادي قدام الناس أن إبراهيم كان في النار نعم ففي موجودة في القرآن وموجودة في أساطير اليهود نعم فالحلاوة والطلاوة هو سمع قصص افتكرها هي يعني صحيحة افتكر ذي التوراة وذي التوراة بتاعته اليهود بقى ورحها تطفي القرآن كما هي بخرافاتها وأساطيرها ضيع نفسه وضيع الصحابة وضيع كل للناس اللي ميشي وراه ليته لو رجع إلى الإله الحقيقي ليته لو عرف الإله الحقيقي لما كان كل هذا الدمار الذي حدث ده كان يعني لسه عندي كمية كبيرة جدا أستطيع أن أسترسل سنأخذها بنعمة المسيح صحيح في حلقات قادمة في موضوع الأساطير لو عندك أي سؤال نعم أنا بشكرك إحنا خلاص بقلنا يعني أقل من دقيقة لو أنت تختم أنا بختم وأقول للأحباء المشاهدين هذه الكتب متاحة الكتب اللي أنا ورّتها لكم في البداية يعني العناد العناد ليس كويس لأن ذي حياتك أنت سمعت ودي مسؤولية عليك مسؤولية دي لازم تحركك أنك أنت تقرأ ما في هذه الكتب إن وجدتها وجدت ما في هذه الكتب عليك أن تفكر اعطي نفسك فرصة لكن بهذه الطريقة بتضيع حياتك الأبدية ربي بارككم شكرا هو يباركك شكرا لكم شكرا لكم مشاهدين المسيحي بارك حياتكم صلوا لأجلنا كثير زي ما احنا بنصلي لأجلكم ونشوفكم في حلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر